النهار ده فخامة الرئيس زي ما حضرتك عارف استقبل الرئيس سيلفا كير رئيس جنوب السودان طيب هذا الاستقبال بالتأكيد كان له اكثر من محور اكثر من نقطة اكثر من موضوع تيجي هاتشوف انه بالتأكيد الحديث هتطرق عن العلاقات ما بين مصر وما بين دولة جنوب السودان ده مما لا شك فيه وهي علاقات ممتازة ده مبدئيا المزيد من التعاون الدعم المتبادل الوقوف بجنب السودان وحتى على حد كلام الرئيس يعني نحن اشقاء نحن اصدقاء اوفياء حلو كده طيب بس في نفس الوقت احنا الاتنين عندنا ملفين مشتركين مهمين جدا ملف منهم هو عودة الاستقرار مرة تانية لجمهورية السودان بتاعتنا كما نعرفها وفي نفس الوقت سد النهضة عندنا محورين شديد الاهمية ليه نحن الاتنين زي ما هو ليه نحن التلاتة في الحالة دي بقى لما احنا نيجي نتكلم على السودان الشقيق الجنوبي المتاخم لنا مش دولة جنوب السودان فيبقى عندك كده ادي محور الله وهنعمل افهادية الملفات وهنتكلم في ده وفي نفس الوقت هي الصراع اللي موجود الصراع المسلح اللي في السودان ده طيب احنا عاوزين نهدي يعني عندنا سد النهضة وعاوزين نوصل لاتفاقات عادلة ملزمة قانونية اتفاق عادل قانوني ملزم للكل ادي واحد من ناحية تانية طيب والصراع اللي موجود ومش عاوزين تدخلات اجنبية طيب هل احنا لينا دور في ذلك ايوة طبعا احنا وجنوب السودان احنا دول محورية في هذا الملف دول محورية لا غنى عنها طرف رئيسي في هذا الملف لانه احنا اللي قدر بحكم الجوار بحكم المعيشة بحكم العلاقة فاحنا اللي فاهمين كويس التركيبات الاجتماعية والسياسية والقبلية اللي موجودة في السودان صح او اللي انا غلطة طيب وفي نفس الوقت لازم ببقى فاهمين كويس جدا انه ما يحدث في افريقيا يؤثر على كل المحيط الافريقي مش بس القر احنا اللي 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 ا